أهلا بكم عقد على صدق الوعد عشر سنوات مضض على عدوان انتهى بنصر شعب وجيش ومقاومة وعلى مدارها كان تموز يسلم حكايات أهل آب ثلاثة وثلاثون يوما عاش فيها لبنان تحت النار برا وبحرا وجوا وعاش فيها العدو الإسرائيلي تحت رعب المفاجآت لكن الحرب على لبنان لم تنتهي بانتهاء مفاعل العدوان وهي اتخذت شكلا جديدا اسمه الإرهاب الذي يضرب في العمق ويتربص عند حدود ويحرك ساكنا في الخلايا النائمة متى دعت الحاجة وعلى مكافحة الإرهاب يخوض الجيش اللبناني ومعه سائر الأجهزة الأمنية حروبا يوميا وسجل عداد التوقيفات توقيف 1500 إرهابي على الأراضي اللبنانية فماذا يفعلون بالبلاد لو لم يقبض عليهم في القضاء ثمت قضايا سلكت إلى المحاكمة وفي السجون من ينتظر حكم المحكمة وعلى سيرها انعقدت اليوم جلسة أحمد الأسير في الجلسة استجالات حادة زاد من سخبها استعراض أداه الأسير برفع قميصه أمام القاضي وخارج الجلسة عائلات شهداء لن يرتضوا بغير الإعدام حكما عادلا أما في السياسة فعود على بدء جلسة وزارية على مالية دولة غابت موازنتها عشر سنوات الوضع المالي جمع في ملف وعليه كانت سلسلة مواقف من التكتلات السياسية فوزير الاشتراكي وصفه بالنعوة المالية ووزير التيار الوطني قال إن اليوم هو للنقاش وما من إجراءات أخرى ستطرح أما وزير حزب الله فربط البحث في المالية العامة بالبحث في النفط من جهة والأزمة الاقتصادية من جهة أخرى ليرحل النقاش المالي إلى الاثنين المقبل الإفلاس المالي بالإفلاس السياسي يذكر ومن نازرنا بنية إنهاء فراغ يغادرنا وقد زاد الفراغ فراغا اللهم إذا استثنينا قصر الصنوبر الذي امتلأ بالأمس بالسياسيين وأضاضهم حركة الزائر الفرنسي دارت بين بكركي والسرايا وعين التيني وقصر بوستروس لتنتهي بإقرار أوروب بعجزه وبعدما ضاعف التركيبة اللبنانية رمى الطابة في ملعب اللبنانيين وأعلن استسلامه قائلا إن الحل بيدكم استسلام الأم الحنون يعيدنا بالذاكرة إلى أحد السفراء البريطانيين السابقين في بيروت الذي تبوأ منصبه متكئا على شهادة اختصاص بالوضع اللبناني نالها من أعرق الجامعات البريطانية هذا السفير استقر في لبنان خمس سنوات وعند انتهاء خدماته أقيمت له حفلة وداعية وفي الحفلة سأله أحد الصحفيين الآن ستعود إلى بلادك وقد ازددت خبرة بالوضع اللبناني وكان الجواب كنت أعرف بالشؤون اللبنانية أكثر بكثير ولعل أيرو من الإشارة يفهم إذن جلسة استجواب أحمد الأسير أرجعت إلى السادسة من أيلول ومحمود دفاع يعلنون التوقف عن حضور جلسات المحاكمة